مرحبا حضرتكم مرة تانية رئيس السيسي خلال حفل التنصيب في العاصمة الإدارية الجديدة تتكلم عن التوسع في استصلاح الأراضي خلال الفترة اللي جاية وأنه هيكون ليه مردود إيجابي على الحصولات الزراعية إن كان داخليا أو حتى خارجيا والهدف من كل ده هو دعم منظومة الأمن الغدائي بصورة مباشرة حقيقة يا جمانة فعلا أنه تم استصلاح أراضي صحراوية تصل إلى أكتر من ثلاثة مليون فدان ويزيد على هذا الرقم كمان أهمية الاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية نعرف تفاصيل أكتر في هذا الملف مع ضفنا المنورنا في استوديو صباح الخير مصر دكتور علي إسماعيل مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأصبخ صباح الخير على الحضرتك بحث عليكم وعلى مصر كلها يعني دمي من توجيهات القيادة السياسية على التأكيد على فكرة استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري أهمية دلالة هذه الرسالة فإن هذه الرسالة مهمة جدا ودي يمكن شعور فخامة الرئيس من طبعا اسمحوا لي في الأول أنه نهني فخامة الرئيس بالولاية الجديدة والشعب المصري على استكمال هذه الإنجازات هو كان عنده هذا الحس وهو عارف أهمية القطاع الزراعي ولم يعطي أحد أهمية للقطاع الزراعي غير سيادة الرئيس خلال الفترات اللي فات جميل وده كان ليه هو بيحقق يعني هو كان يشوف احنا بصنا لكورونا إيه اللي حصل في العالم والنهاردة الحروب الاقتصادية وسلاسل الإمداد ومشكلة الغذاء كل هذه الموضوع هو بقى كان عنده هذه بعض النظر منذ بداية توليه رئاسة الجمهورية في 2014 بدأنا بمليون فدان بنقدم له يعني معالي الوزير في هذا الوقت كان دكتور عدل بالتاجي وقدم مشروع مليون فدان بداية اللي هي نستصلح مليون فدان فطبعا فخامة الرئيس قال له مش كفايا مليون فدان قال له خلاله من الوقت مليون ونص هل هذا كلام يعني كفى طموح فخامة الرئيس لا ده هو كان في التوازي بيكمل لأربعة مليون فدان أربعة مليون فدان تتصور بقى أن هذا الكلام أنت عشان تعمل استصلاح أراضي وهذا المفهوم الكبير اللي موجود الكونسبت ده ده محتاج إيه ده محتاج طاقة ده نمرد واحد محتاج أسمادة محتاج أرض زراعية محتاج مية شوف كل هذه التحديات محتاج خدمات لوجستية محتاج طرق محتاج بحث علمي كمان هنطلع الأراضي من خلال البحث العلمي وأن البحث العلمي الحمد لله مصر عندها يعني من في القطاع الزراعي مركزين بحثين كبار اللي هو مركز بحث زراعية ومركز بحث صحراء بالإضافة إلى الجامعة المصرية وهو ده بقى كان سؤال حضرتك يا دكتور تحديدا يعني لو هنتكلم في نقطة البحث العلمي ليها عامل مهم جدا وليها دور كبير جدا لو هنتكلمنا عن هذا الدور وإيه الطفرة اللي حصلت كمان في هذه النقطة تحديدا صحيح أننا طول عمرنا عندنا علماء وعلماء مصر بخير طبعا طول الوقت لكن فكرة التعامل الأولية التعامل مع هذه الأبحاث وفكرة تطبيقها واستخدامها حصل فيها طفرة طمام شوفي لازم أولي سيرتك كده وكلام سيرتك مهم جدا إذا أنت عطتا يدك على أنت مهم جدا لورما البحث العلمي واللي هي الدعم اللي بيوجه لهذه البحث فهذه المراكز أول حاجة احنا بنعمل إيه عشان نعمل هذا أي مشروع نحن بنعمل أول حاجة سمع استطلاع فبتنزل المراكز البحثية والفرق المتخصصة من المراكز البحثية سواء كان مركز بحوز رعاية ومركز بحوز صحراء عندنا معهد بحوز الأراضي والمياه والبيئة وده المعهد متخصص أساسا في عمليات حصر وتصنف الأراضي فبينزلوا في الجبال وبينزلوا الأراضي وعندنا سواء الأمر الصناعي وستغلوا ببعث العلم ونشوف الأراضي اللي تصلح للزراعة ومن بعدين بنعمل لها عمليات تأسيم نشوف أفضل حاجة وأفضل أولوية وإيه الأولويات الأولى ثم نبتدي مع وزارة الموارد المائية والرائي الأولويات من حيث إيه فهمنا؟ من حيث نوعية الأرض وقربها من العمران الخدمات اللي موجودة لها والمحاصيل الزراعية وإحنا بعد نعمل لها التركيب المحصول يعني إحنا بعد ما بنخلص هذه الأراضي نشوف كمية الماء الأول المواليزة مرجع للجناح الثاني اللي هو جناح وزارة الموارد المائية والرائي هل إحنا عندنا موارد مائية؟ وهذه الموارد المائية هل هي موارد مائية جوفية؟ ولا مياه سطحية؟ هنقدر نخدم على المشروع يعني لما نتكلم على مشروعاتنا هنلاقي شرع الأوانات بتتكلم في مياه جوفية بس هنلاقي مشروع توشكة بتتكلم في مياه سطحية ومياه جوفية هنلاقي مشروع الدلتة الجديدة مياه جوفية ومياه أمطار ومياه سطحية ومياه معالجة شوفوا بقى كل مشروع له الدراسات اللي بتتم حواليه وبالتالي فهنا المراكز البحثية بتبقى لها الدور الأساسي إن أنت تحددي الأرض ومدى صلاحياتها وأولويات الاستصلاح ثم تحط التركيب المحصولي الملائم والمناسب لهذه إيه المعاصيل اللي بتجود إيه الاحتياجات المال كل المعاصيل دي وبالتالي ثم يأتي زلك بقى التخطيط التنفيذي اللي أنت بتنزيل التنشيء المشروع دكتور في النقطة دي حضرتك كأننا أمام كده مجتمع زراعي جديد يعني فكرة جديدة للمجتمعات الزراعية في مصر والتنصيق المهم جدا ما بين كل الأطراف يعني الموارد المائية ووزارة الزراعة ووضع خطط وسياسات تنموية زراعية بشكل مختلف دايما هدف من زمان جدا في سياسة كل حكومة مصرية متعاقبة أو حتى وزارة الزراعة هي فكرة زيادة انتاجية الفدان يعني وتحديدا في المحاصيل المهمة جدا استراتيجية نحن بتكلم على محاصيل زي الأمح محاصيل مهمة جدا للمواطن المصري هذه الفكرة فكرة زيادة انتاجية الفدان الواحد بتعظيم ادخال أصناف جديدة تركيب محصول جديد تحقق منها يا فندم وازاي ممكن نعظم هذه زيادة خلينا نبقى أضحيل يعني نتكلم في التمانينات كمتوسط انتاج الفدان من الأمحة 8 أردب 8 أردب الفدان الواحد 8 أردب يعني 1200 كيلو النهاردة انت عندك المتوسط العام قدي حوالي مثلا من 18-19 أردب قدي الضعف وزيادة عن الضعف ده دور إيه بقى؟ دور البحث العلمي الأساسا أن انت بتبتدي تشوف أصناف جيدة أن انت بتعمل معاملات زراعية فبالتالي الباكنشي بتاع التخزية والتسبيت والمعاملات ده مهم جدا أن انت بتدي احتياجات باقية مضبوطة أن انت بتحدث منظومة رايفة بالتالي بترفع الانتاجية لأن الرايب الغبر غير الرايب ورشة والتطنيط وتحديث نظم الرئي الحديثة طبعا الزراع الزكية كله ده انت بتستخدمه فانت النهاردة العلم هو الأساس في عملية التطوير الزراعي في نفس الوقت الدولة بتتيح هذه الامكانيات ما انت النهاردة ما كانش عندك نظم رأي حديثة وما كانش عندك فيه استراتيجي ورؤية واضحة عشان تقدر تدير هذه المنظومة الطاقة القهرائية الطاقة القهرائية في المشروعات الكبيرة دي طبعا لو ما فيش طاقة أنا النهاردة عشان أود سولار الأول خلي بالك يعني لما تبص مشروع شرق العوينات على بعد ألف ومتين كيلو ووصلت له القهرابة ما شروعتهش كامل كامل قهرابة فطبعا إن ما كانش ده ده كان بيكلفك إيه شوف الضغط بقى على المواد البترولية ونقلها وممكن تتعطل العربية وبالتالي يبقى في مشاكل فممكن ما تبقاش ما تقدرش تطلع المياه وما تقدرش تيرو فالنهاردة انت بتستخدم منظومة متكبلة من الدراسات زائد مجموعة من تعاون الوزارات المعنية والوزارات المستهدفة فكلها بتستخدم وبتغطي منظومة البحث اللي هي بتدعم عملية الانتاج الزراعي ونما كانش عندك وسائل نقل وما يكانه وكل هذه الأمور دولة النهاردة عشان تعمل كل الكلام ده يعني فيه تداخل مهم جدا وسنفونية عمل مشتركة ما بين الوزارات المعنية الانتاج الحربي بيساعد الجهاز المشروعات الخدمة الوطنية بيساعد كل هذه الهيئة الهندسية بتدخل في التخطيط والتنفيذ والإنشاءات كل الأمور دي إن ما كانش يعني مش وزارة صدرات يقدر الشهر الوحيدة ولا وزارة صدرات يقدر الشهر الوحيدة فكل هذه الوزارات لازم تتكتف على أساس انه تنجز هذه المشروعات الهدف اللي احنا بنتكلم فيه مهم جدا هو ايه رفع انتاجية وحدة المساحة فهتيجي منين يبقى أنا بدخل أصناف جديدة بستخدم معاملات زراعية بستخدم الميكانة الزراعية كل الكلام ده كان فيه هدر يعني انت لو بتستخدم الحصاد اليدوي غير ما انت بتستخدم الحصاد الهالي وبتلم المحصول النهاردة لما بتعمل صوامع تخزين في مناطق المشروعات نفسها فانت بدعين النهاردة بتعمل عملية باكنجي وتعبئة وتغليف أو تصنيع في الموقع بترفع من قيمة الانتاجية فالنهاردة كل الأمور دي يبقى هو كلها عوامل مهمة جدا احنا بنقول المشروعات ليه المشروعات زي ما انت قلت كده أنا عندي أمن قومي غزائي أمن الغزائي مهم جدا وده بقول لك سيد رئيس كلام ده من بدري فالنهاردة انت لما النهاردة بتبص ان انت بقى عندك فيه هدف أربعة مليون فدان فعليين زائد ان انت كان عندك مشروعين استصلاح وقفين أو تلاتة خلي بالك يعني انا شاهد عين لعزك كلام يعني حد 2014 كل اللي استصلح في تشكة 140 ألف فدان وكل اللي استصلح في شرع الأواينات 140 ألف فدان النهاردة احنا عدنا أكتر من 700 أو 800 ألف فدان في المشروعين استصلاح شرع الأواينات بقى تنفيزه بنسبة 110 في المية يعني في 230 ألف فدان مزرعين في شرع الأواينات وتشكة بقى فيها أكتر من 600 ألف فدان مزرعين فانت بتتكلم في هذا الكلام لأن المشروع الجديد اللي هو المشروع الكبير فانا شغلنا المشروعين دول كانوا متعطلين يعني تشكة والأواينات دول كانوا متعطلين فالنهاردة هم اشتغلوا بطاقتهم ففاربع سنين طلعت من 140 ألف فدان 600 ألف فدان وهناك من 140 ألف فدان ل 230 ألف فدان دولت بس حاجات واضحة عندنا مشروع تنمية سينة في شرع قناة سويس وغرب قناة سويس في شرع قناة سويس عندك رباية 60 ألف فدان انت استصلحت منهم النهاردة أكتر من 280 ألف فدان في شرع القناة طبعا انت عشان تعمل ده إيه لو تبص هنا هتلاقي محطة تحليل بحر البقر انت بتطلق 5 و 6 من 10 مليون متر مكعب يوم يعني أكتر من 2 مليار متر مكعب بتحدي استخدامه كانوا بتراموا في بحيرة المنزلة أو مياة بتلقم لأواسة بتروح فين بتروح لسينة النهاردة في الجزء التاني شوف غرب الدلدة خلي بالك انت المشروعات ماشية في كل مصر من الجنوب في الشمال في الشرق والغرب فبتطلع من شرع العوينات على الوادي الجديد في 600 ألف فدان الفرافرة والخارجة والدخل ودخل نطلع على عندنا بقى المشروع الكبير اللي هو مشروع الدلدة الجديدة اللي هو بدأ بمستقبل مصر النهاردة انت بتستهدف فيه 2.2 مليون فدان فال2.2 مليون فدان دولات استصلح منهم أكتر يعني احنا فيه مليون فدان جاهزين منهم 600 ألف بينتجهم اللي هو مشروع مستقبل مصر لكن لما تستكمل محطة العالمين خلاص خلال فترات قليلة ودع تديني 7.5 مليون متر مكعب مياه زائد المياه الجوفية اللي كانت موجودة زائد ان انا بستفيد من مياه المطر وحصادها في المناطق الشبلية كل الكلام ده فانت النهاردة عندك يهزين لمليون فدان فعلا فانت عايزين نقول بقى انا بعمل ايه انا عندي نمو سكاني فوق 2% عدد سكان مصر من خلال بالك من من الثورة كنت كام في 2011 و2014 تبتتكلم على 84 مليون مواطن ولا 82 مليون النهاردة احنا عندنا 105 مليون فالنمو عالي جدا يعني انت زدت في 10-10 سنة فوق الـ 5-20 مليون وعندك زي ما احنا بنقولك اهو اكتر من 9 مليون ضيف في مصر دول كلهم عايزين ايه اكل غزاء طبعا وغير كده انا عندي سياح انا بيجيلي المفروض انا بستهدف 30 مليون سايح يعني انا محطوط في خطة الاستراتيجية بتاعة الله المصرية طبعا لازم يكون عندك ايضا موالد الغزائية اللي تقدر طبعا كل احتياجاتهم الغزائية فهذا الكلام لن يأتي الا من خلال استصلاح الاراضي الجديدة باضافة رقعة زراعية تضيف تقفل الفجوة في المحاصيل الحقلية زي الأمح زي الدرة زي الزيود زي الأعلاف وعندنا في نفس الوقت الاراضي القديمة نحافظ عليها ونرفع قيبتها ونوقف التعدي عليها احنا خسرنا خلال من الثورة لحد النهاردة مليون فدان يعني احنا خسرنا من الثورة 52 لحد 2014 و15 لالوقت الامور فيه قيود فحنا خسرنا أكثر مليون فدان احنا فترات الثورة بتاعة 2011 و2012 كنا بنفقد من 40 ل50 ألف فدان في السنة تعديات على هذه الأراضي طبعا انت عارف لكل فدان انت بتخسره من هذه الأراضي الخصبة بيحرم ايه بيحرم مشقالي من 50 مواطن بنأكله طبعا طبعا دكتور حياني وهنا نتكلم كمان على قطاع الزراعة تحديدا وكل العوامل اللي حضرتك تحدثت عنها في عامل مهم جدا برضو لازم نشير لي وهو المزارع المصري ونحنا نتكلم على ظروف المزارع المصري أكيد حصل فيها كمان تحسوم شكل كبير جدا لكن ما نتكلم بشكل بقى يعني محدد على فكرة آلية التنفيذ فحتى وجود آليات الزراعة الحديثة والذكية والخدمات الرقمية المقدمة أكتر من 20 خدمة دي في حد ذاتها أيضا بتساهر عليه وبتؤهله بشكل أكبر أنه يقدر يواكب كمان التكنولوجيا الموجودة في العالم كله في قطاع الزراعة تمام إيه اللي حصل في النقطة دي تحت لما نبص المزارع المصري يمكن عايزة أقول حاجة دي شهادة حق نبص ماذا قدم إلى هذا المزارع من 2014 لحد دلوقتي نحن عندنا نمرت واحد تقدم أول حاجة بش عشان هو الخدمات تقدمت له مشروع خاص بالتأمين الصحي على المزارع مشروع خاص بمعاش للمزارع عندما يعني يوصل 60 سنة أو 5 سنة ياخد معاش من الدول عندنا مشروع للزراعة التعقيدية نحن إن شاء الله يخلصهم وينقشهم في الدورة الحالية اللي هو مشروع القانون الزراع الموحد فدعب عن ده مهم جدا طب النهاردة احنا بنقول احنا عندنا مشروعات تحديث الراي وده قدمت إلى المزارع المصري بدون فوائد بدون فوائد وعلى عشر سنين بمبادرة البنك المركزي بتنفسها وزارة الزراع وزارة الموارد المائية والراي النهاردة انت عندك البنك البنك الزراع المصري والقروض اللي بتقدم لي مشروعات البتل اللي تم دخ فيها أكتر من سبع مليار جنيه على أساس تدي قروض ميسرة للمزارع بفاوضة بسيطة المبيدات واستخدام المبيدات المبيدات رجعت لورها ما عادش عندنا احنا النهاردة بتستخدم الفورمونات بتستخدم المكافحة الحيوية بتستخدم عاجات كدير جدا والفلاح والمزارع على وعي بيها جدا فده طبعا راجع إلى السياسة وزا ما أقول لها كده والأستاذة جمانة قالت احنا عندنا النهاردة الزراع الزكاية النهاردة الابليكيشن موبايل فبيقدر يقدم عليه الخدمات النهاردة عملنا حاجة اسمها كارت الفلاح كارت الفلاح ده كارت رقمي فيه كل الداتا وكل البيانات وبالتالي عمليات صرف الأسمدة صرف الخدمات الدعم كل هذا الأمور يقدر يوصل للمزارع بشكل ميسر وبشكل بسيط فالمزارع بقى يعني هو أصلا أنا بعتبره أنه عصب الانتاج الانتاج الزراعي والانتاج الزراعي إن ما كانش المزارع يبقى حاس أنه هو يعني عنده فيه دعم والدولة خليها بالها منه فطبعا النهاردة عملت له قانون زراعة التعاقدية بنحاول نقدم ونحدث قانون التعاونيات عشان نقدر نقدم له خدمات أكتر من خلال التعاونيات اللي بتقدر تحميه وبالتالي هو النهاردة لو تبص حتى حنقول في حتة مهمة جدا يعني أدخل فيها النهاردة أنت بتكلم في مدخلات بدأت تزيد لكن في الآخر الدولة النهاردة النهاردة الأمحة تسعر بألفين جنيه بالأرداب يعني أنت لما بيجيب عشرين أرداب يعني أنت بيجيب حوالي أربعين ألف جنيه غير التب فدي جهة خطوة مهمة جدا لأنه فالتسعير ده وما بين السعر اللي في السوق والزبط والزبط أخيرا عزيزة الحراك فكرة وضحة سريعا للمشاهد العلاقة اللي بيحصل ده من استصلاح الأراضي الزراعية بمفهوم الأمن القوم الغذائي أو أمن الغذائي لأنه ده مفهوم عالميا دلوقتي عالم كله بعيش أزمة غذاء بالزبط توجهات دايما الرئاسية بضرورة إعطاء الأولوية أكثر في زراعة المناطق الجديدة والمستصلحة للمحاصيل الاستراتيجية ده كلام مهم جدا وده كواس انتعطت إلى غناطة مهمة جدا يعني أنا بحيك عليها لما نبص إحنا فعلا في الأمن الغذائي هو أنه عندي المحاصيل الأسية والاستراتيجية الأمح الدرة الزيوت تمام فلما أخذ المجموات قصة السكر المحاصيل السكر اللي هو عند منجر السكر وأصب السكر أنا في ده محاقد حوالي مثلا 95% اكتفاء ذاتي في محاصيل السكرية وإحنا نصل إلى بسهولة جدا مع هذه المشروعات إن احنا نغطي أسل كابل إسمة 100% طب أنا النهاردة الأمح لو أنا النهاردة الأمح بدور على إيه ببسع يعني بدل مزرعة ثلاثة مليون فدان المفروض أن أنا عشان نوصل اكتفاء الذاتي أزرع خمسة مليون فدان حاصل للاكتفاء الذاتي تمام مع أن أنا أستخدم موظم الأمح اللي أنا أخذته إلى أمح الخبز أنا ممكن أزرع كمان الأمح الصلب الصلب دا أطلعه اللي هو إنتاج الماكارونا وصدره واستورد مكانه الأمح الطري اللي أنا أجيبه دا يعني تبديلي فالطن لما يطلع الصلب من مصر يساوي ثلاثة طن في الاستراع يعني ممكن بقى رايح بطن من عندنا وقاب جاب ثلاثة طن دي في مفهوم عندي محاصيل الزيتية دوار الشمس عندي فلسوية تعب خد كل من كل دول إيه وخو بطلع منهم منتجات العلف منتجات العلف اللي هي بخلال الردى من خلال التبني من خلال كل الزيوت عاصر كل كلام فانتهينا يبقى الهدف الاستراتيجي إنه كل فدان أنا بزرعه أنا بحاول أوفر فرص للتصدير لبعض الحاجات المنتجات في نفس الوقت بقلل الوفاتورة الوردات وهو ده اللي بيحقق معايا الأمن القوبي كمان وعظم كمان وبحطين إيش بقى في دايرة بالضغوط الدولية يبقى حتى فيه متكاملة بشكل كامل بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا وقفتنا بكل هذه المعلومات عن الأراضي الزراعية المستصلحة الجديدة في مصر بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي إسماعيل مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة اللي أصبخ نورتنا فهم شكرا يا دكتور